فبسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نبدي محاضرة الثانية اللي هي تكملة المحاضرة اللي سبقت هذه المحاضرة اللي تتكلم حول تصنيفات محركات الاحتراق الداخلي طبعا بعد ما صنفنا المحركات على أساس مثلا على الضربات رباعية الضربات وثنائية الضربات قسمناها على أساس على ما أذكر يعني بعض الأسس الأخرى اليوم راح نكمل أنه عندنا ديزاين مال محرك يعني شنو يعني أكون محركات محركات احتراق داخلي يكون بيها سما ريسيبروكيتنج ريسيبروكيتنج يعني ترددية يعني حركة خطية يعني مثل ما تشوفون هنا المكبس عندي يتحرك حركة خطية حركة خطية ذهابا صعودا ونزولا زيان بينما أكون محركات أخرى تتحرك حركة دوراني يعني ما أقصد يعني هو على عمود المرفق عمود المرفق أيضا يدور حركة دوراني لكن أقصد على الجزء الفعالي هو المكبس المكبس ترددي ريسيبروكيتنج هاي الكلمة حفظوها يعني ترددي وروتاري يعني دوراني فهذا أيضا تصميم من تصميمات المحركات أو تصنيف من تصنيفات زيان عدنا أيضا تصنيف آخر يصنفوه على أساس موقع وعدد السلندرات أو الأسطوانات يعني شنو يعني أكون محركات بها مفردة الأسطوانة أسطوانة واحدة زيان مثلا المحركات يا محركات عدنا عدنا محركات اللي موجودة بالدراجات النارية احنا قلنا المحركات الموجودة بالدراجات النارية رح تكون ثنائية الضربات ورح تكون أسطوانة وحدة يعني قد تكون بها أسطوانة وحدة زيان إذا كانت أكثر من استوانة رح يكون ترتيبها يختلف فبعض الأحيان يكون يسموه in line وحسا رح نجي ناخذها بالصور وحدة وحدة بعض الأحيان الاستوانات تترك يعني يركبها على شكل حرف V على ما يقللون من المساحة أو الحجم المشغول بالمحرك وحسا رح نراكميها بالصور بس يستتحرفوا على المصطلحات مالتها وعدنا محركات على شكل حرف W يعني الاستوانات تتركب بشكل حرف W وسموه W engine وأكو opposed piston engine يعني شنو المكابس متعاكسة المكابس متعاكسة وأكو opposed cylinder الاستوانات متعاكسة أكو radial engine radial يعني شعاعي وأكو عدي rotary cylinder اللي هي هاي السراوة قبل شوي بالسلايد السابق اللي هذا المحرك الروتري زياني سموه وانكل بس خلي أسرد التعليقات سوي صامت هذا عفوا زيان فذلني أكو تصنيف على أساس شنو؟ على أساس يعني موقع وعدد السلندرات أو عدد الاستوانات خلي نجي شوف هذن النقاط نشوف هذن النقاط نشوف هذن شكل يعني توضيحي طبعا مثل ما إذا شوفون هنا بهذا السلايد عدنا أول شي هذا خلي نأشر عليه هذا هذا شنو؟ single cylinder عبارة عن محرك سلندر واحد يعني استوانة واحدة ومكبس واحد بداخل الاستوانة وخلص هذا هو محرك بسيط جدا بعض المحركات قد تحتوي على استوانتين أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية أو يعني أكس أو اصناعاش زيان؟ فاللي تحتوي على أكثر من استوانات ترتيبها رح يكون كالآدي قد يكون in line يعني شنو in line يعني على الاستقامة واحدة يعني هاي استوانة رقم واحد هاي استوانة رقم ثنين هاي رقم ثلاثة هاي رقم أربعة زيان؟ فهي يسموها استوانات مرتبة على الاستقامة واحدة زيان؟ بعض الأحيان أنا عندي محرك ثمانية سلندر ثمانية سلندر يعني ثمن استوانات جنهال ثمن استوانات إذا أخليها مرتبة بشكل in line يعني مثل هاي مثل هذا هي جحالة رح تاخذ لي يعني رح تاخذ لي حجم كبير بالمحرك يعني رح يحتاج إلى مساحة أو حجم كبير بالمحرك حتى أخلي المحرك لكن شي سوون يسوها بشكل يسموه V-Type V-Type هذا يشوفوا بشكل حرف V إذا تشوفوا بالضبط شكل حرف V هذا ال V-Type شنه رح يكون فائدة رح يكون فائدة أنه رح مكان ما ذني الاستوانات أصفطن وحدة بصف اللغة ثمانة استوانات مع بعض رح تكون بشكل رح المحرك ياخذ شكل أصغر حجم أصغر ويطيني قدرة أعلى يعني هي هاي ثمانة استوانات طبعا كل ما زيد الاستوانات يعني شيء بشيء يذكر كل ما زيد عدد الاستوانات كل ما قدرة المحرك رح تزيد زيان طبعا هاي أمور تسبب لي قدرة زيادة قدرة المحرك زين هذا ال V-Engine يسموه زين نجي على ال W-Engine هذا ال W-Engine هذا ال W-Engine شنو مثلا هناش كم استوانات عندي عندي 12 استوانات 12 سلندر يعني هذا المحرك يسموه 12 سلندر زين اصناع السلندر أنا أيضا نفس الشيء هم أحتاج إلى أنه أرتبها فالترتيب بحث شنو تأخذ أقل حيز بالسيارة فشلون يرتبوها بشكل W سموها W شوفوا هذا كأنما W سموه W-Engine فصار عندي أربعة بأربعة هاي أربعة بأربعة ومنك أقعد أربعة صار تطمع السلندر عفوا زين هذا ال W-Engine زين عدنا بعض الشنو عدنا ال Opposed سلندر يعني الأسطوانات المتعاكسة هنا الأسطوانات المتعاكسة طبعا هي يعني قريبة من Opposed Tun م بس هنا أسطوانات المتعاكسة شنو يعني هاي الأسطوانة مش تجهب هالأتجاه الأسطوانة مش ملت س Bryan أصطوانة يعني اتجاه بهالأتجاه تشوفون شن فكأن 같은데 هاي الأسطوانات Opposed يعني شن اتجاهات متخالفة يسموها opposed يعني متخالفة أو متناقضة فوحدة وعكس الثاني الاسطوانات هنا المكابس الجوهاها opposed piston المكابس واحد بعكس الثاني طبعا هي الفوقة ايضا واحد بعكس الثاني بس ما اعرف شنو السبب اللي يسموها opposed cylinder وهاي opposed piston زين فهنا هاي المكابس يسموها opposed piston يعني شنو المكابس متعاكسة بالاتجاه زين طبعا انا اصور ذنني يعني شون وجهي لعملة واحدة يعني ذنني وجهي لعملة واحدة لانو انت opposed cylinder او opposed piston هي بالنتيجة اذا سويت opposed cylinder المكابس رح تتخالف اذا سويت opposed piston ايضا هي سلندرات هم رح تتخالف فالنتيجة واحدة زين اخر شيء او قبل الاخير عدنا فشيء اسمه الراديل الراديل يعني شعاعي يعني شوفوا مرتبة المكابس بشكل شعاعي زين يعني هناش كم مكبس عندي اولس كم اسطوانة واحدة ثلاثة اربعة تقريبا سبع اسطوانات فبشكل شعاعي مرتبة زين عدي ايضا نموذج اخر يسمو اخذناه قبل شوية يسمو ضبعا هاي ممكن غلط هاي هاي وانكل يعني هالشكل هاي نسبة الى شخص يعني هو الاختراع هذا المحرك زين يعني ما متأكلي من الاسبيل بس هو اسم شخص فنسبة الى اسمه سووا سمو هاذا المحرك وانكل انجين اللي يكون بهالشكل هاذا فهذا يختلف عن ذني كلهم ليش انه هذا حركته دورانية يعني كأنه ما بيمكبس هاي هي هتكون كأنما هاي غرفة الاحتراق هاي غرفة الاحتراقي زين فهذا ايضا نوع اخر او تصميم اخر من تصنيفات المحرك حسب شنو حسب موقع الاسطوانات سواء كانت بشكل مستقيم او بشكل V او بشكل W او غيرها ادنا ايضا تصنيف اخر مهم هو تصنيف المحركات على اساس طريقة تغذية الهواء تغذية الهواء طبعا احنا ما نقول تغذية الهواء سواء كانت اذا كان عندنا محرك شرارة الهواء لازم شي خلو له بعدين يعني شي يضيفو له اثناء مروره يضيفو له وقود يعني خلطونه اياه وقود يعني اللي يدخل للسطوانة هو خليط من الوقود والهواء فلازم شنو لازم اخلط وقود مع الهواء قبل دخول للسطوانة هاي شرارة زين اذا عندي محرك ضغط لا انا مجرد رح اجيب هواء دخل للسطوانة السؤال موهن السؤال وين السؤال انه هذا الهواء اللي رح ادخل للسطوانة او الخليط اللي رح ادخل للسطوانة شنو طريقة ادخاله الى الاسطوانة طبعا عدنا اربع انواع رئيسية الطريقة الاولى يسموها نيتشورالة يعني شنو يعني بشكل طبيعي هاي اول وحدة يعني بشكل طبيعي يعني هاي المعركات القديمة الموجودة عبارة عن شنو عبارة عن فلتر هوا يسموها الشوتة اذا سامعين بيها فلتر هوا شوتة وبعدين ادنا يعني سحب الهواء من الخارج الالية ما السحب الشون رح اصير عنده فتح صمام السحب عنده فتح صمام السحب اللي رح المكبس رح ينزل بشوط السحب رح ينزل من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة صحيح يعني هنا السدادة رسمها هاي اسطوانعي بشكل تقريبي وهذا مكبس هذا المكبس دا ينزل هنا عندي صمام صمام سحب مفتوح وهنا صمام عادم مغلق فأثناء السحب الشكل الطبيعي داحتي رح ينزل المكبس طبعا هنا هو المكبس من هو صاعد هنا ونزل زيان هاي المنطقة شنو بيها رح يكون رح تكون منطقة فراغ يعني هو المكبس من رح ينزل رح يترك منطقة فراغ زيان وهذا الفراغ رح يترك المكبس وعدي صمام السحب مفتوح فرح يصير تخلخل بالضغط هذا التخلخل بالضغط وعندي خارج يعني اكو عندي ضغط جوي داخل هنا داخل الاسطوانع عفوا داخل الاسطوانع عندي تخلخل بالضغط فرح يندفع الهواء احنا عادي قلنا اي مائع خدته يا اي مائع اي مائع يتحرك من منطقة الضغط العالي الى شنو الى منطقة الضغط المنخفض زيان الهواء ايضا مائع غاز فينتقل من الضغط العالي اللي هو الضغط الجوي الخارجي الى شنو الى الضغط المنخفض اللي هو داخل الاسطوانع يعني ما عدي ما عدي فد آلية تدفع الهواء داخل الاسطوانع غير هي هاي ضغط منخفض يحدث يسحب لي الهواء داخل الاسطوانع عند فتح صمام السحب الانتيك ضل زين هاي الوضع الطبيعي اللي يعني المحركات القديمة كلها تشتغل بهذا الترتيب بعديا اش قال طبعا قبل ما هم يقولوا خليحنا نقول الهواء برأيكم يعني اريد اسمع جواب منعدكم الهواء الزائد يساعدني على الاحتراق لو ما يساعدني على الاحتراق اذا احد عده اجابة ممتاز اذا الهواء الزائد لانه انتو تعرفون الاحتراق شون يحتاج يحتاج اوكسجين صحيح فاني شا سوي اش قد ما ادخل الهواء الزائد للمحرك اش قد ما سكون كفاءة الاحتراق اكبر يعني شنو كفاءة الاحتراق يعني انا عندي مثلا مثلا خلي على سبيل مثال فحماية فحماية هاي الفحماية عندها طاقة حرارية لو احترقت بشكل كامل راح اتولد لي طاقة حرارية مقدارها خلي نقول مثلا انا اعرف بالتفاصيل خلي نقول مثلا ميتين كيلو جول طاقة حرارية او حتى تقاس ايضا بسعرها ماكو مشكلة زين لو احترقت بشكل كامل زين هاي الفحماية اذا احرقها بشكل غير تان بشكل غير كامل راح تططيني ميتين راح تطيني اقل الميتين راح تطيني جوز مثلا مية وخمسين فاني هناش قد اخسرت اخسرت خمسين كيلو جول يعني لو سويها لنسبة مئوية اطلع اخسرت 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 تقريبا ربع اخسرت اخسرت ربع الطاقة اخسرت 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 انه طبعا اطيقكم فشغل لوق مثلا هسنتو من شغل شمعة شمعة صغيرة وخلي فوقها فد قدح او فد اناء اغلقها يعني خلي امنع الهواء من الدخول الى رح تشوف الشمعة رح تستهلك الهواء الموجود داخل القدح زيان تحترق 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 بمساعدة الهواء الموجود داخل القدح بعدين من ينفذ الهواء شي صير رح تنطفي ما رح يستمر الاشتعال ما لا تريش لانه هواء ما اكو ما اكو اوكسجين ساعد على اشتعال فاذن انا كل ما ادخل كمية من الهواء اكثر كل ما رح اساعد الوقود على الاحتراق بشكل تام واستخلص جميع الطاقة او اغلب الطاقة الموجودة بداخله وبهذا حيكون عندي كفاءة المحرك عالية زيان فش قالوا هس رح نجعل اللي هما قالوا هاي اللي هما قالوا وشينو قالوا يا ابن احنا خلين سوفد آلية نجبر الهواء يدخل يعني مو فقط يعتمد على تخلخل الضغط وانما نجبر انه يدخل داخل المحرك زيان يا ابن شون تجبر ويدخل داخل المحرك قالوا سهلة نسوي له فالشي اسمه سوبر شارج وبعد هسا يعني ما اقدر اقلب على الاستلاد لانه ما اقدر بعد ارجع السابق فبس خلو هاي حفظوا سوبر شارج بعدين ورا فترة قالوا قالوا لا يابا سوبر شارج هو صح يجبر الهواء يدخل كمية كبيرة للمحرك لكن رح يستهلك من قدرة المحرك فقالوا يا ابا شنسوي قالوا سوف الشي اسمه توربو شارج واسا رح نشرحه بالصور زيان هاي بالنسبة الزني هاي ثلاثة هين موجودة محركات رباعية الضربات زيان كرنكي كمبريسور هذا كرنكي كرنكي كمبريسور يعني شنو تذكرون بالاسطوانات ثنائية الضربات قلنا الهواء يدخل الى الكرنكي الى حوض المرفق بعدين بنزول رح اكفة بورت يسمى transfer بورت رح نشوف هسا بالصور رح ينتقل الهواء من حوض المرفق الى وين الاسطوانة هسا هذا الحاج يمكن انتم سطرتو بي لانه ما كفة صور توضيحية فهس رح اقلب على الاسلادي الورا حتى نشرح ها واحدة وحدة زيان التوربو شارج اللي هو اكثر تطور من السوبر شارج التوربو شارج شنو يعني فكرته فكرته انه احنا مو عندنا عادم دي يطلع هذا العادم دي دي يطلع للخارج دي يطلع ايش قالوا قالوا يابا هاذا الغازات العادة مو بيها طاقة طاقة حركية يعني دي تندفع بحركة معينة زيان احنا ليش من استثمرها نحرك بيها شنو نحرك بيها ما يسمى بالتورباين سين هذا شنو التورباين هذا التورباين عبارة عن شنو عبارة بتضبط عن مروحة هاي شوفوا هاي هاي مروحة مروحة مرتبطة بمحور يعني هاي مروحة قائدة هاي مقادل هاي المروحة زيان فكأنما هاي المروحة من راح تدور راح تدور ويا هاي المروحة هاي المروحة يسوي وهاي المروحة يسوي هاي المروحة غازات العادة مو تطلع منها بسرعة معينة رح تدور لهذه المروحة تدور لها بسرعة معينة زين دارت بسرعة معينة طبعا الغازات رح تطلع منها بعديا زين دارت دورت للمروحة الثانية اللي هي وين صايرة صايرة عند أمبوب السحب هاي المروحة الثانية كأنما تسحب للهواء من الخارج والدخل وين خلي هنا نسوي بالأحمر تسحب للهواء من الخارج والدخل الياه إلى وين إلى المانيفولد أو يسموه إلى الانتيك يعني الأمبوب السحب فكأنما الهواء ما رح يدخل فقط بفعل تخل خل الضغط يعني شوفوا هذا الأمبوب السحب يروح وين على يعني خلي أكتب لكم هنا حتى تكون لكم مواضحة هذا صمام السحب اللي هو وهذا شنو هذا صمام العادم العادم زين هذا أنبوب السحب الأصفر أمبوب السحب وعندنا الأحمر أمبوب تخط شوية تهبان بس ما يخالف أذروني أمبوب العادم زين الأحمر فاش رح يصير عدياني هسا العادم رح يندفع حرك لي هاي المروحة المروحة مرتبطة بعمودوية المروحة الثانية اللي هي عند السحب زين فاش رح يصير رح تسحب لي الهواء من الخارج وتدفع لي يعني تجبر إلى الدخول إلى أمبوب السحب فالسحب هنا كأنما رح يصير كأنما شنو مو فقط بفعل تخلق الضغط وأنما أكو أيضا في الشغلة مروحة تجبر أنه يدخل إلى داخل أمبوب السحب ومن ثم إلى داخل الأصطوانة فرح شنو رح يدخل الهواء بكمية كبيرة وهذا الشي اللي أنا أريده هنا أيضا نفس الشي يعني هذا نفس الشرحنا شوف أيضا أكو هنا مروحة وحدة على الإكزوز إكزوز هذا العادم وحدة وين السحب هذا السحب وين يروح يروح إلى الأصطوانات طبعا هذا إيرفلتر إيرفلتر يعني منقمة الهواء ينسحب الهواء منها يجي زين عن طريق يدخل الهواء بعدين على هاي المروحة وينتقل إلى الأصطوانات كل الأصطوانة حسب الشسم من يفتحتها صمام السحل يدخل الهواء فهاي الطريقة طبعا مطورة أكثر من السوبر شارج ليش مطورة أكثر لأن السوبر شارج سيسا رح نشوفها طبعا أنا يعني غلطت بالتكتيب مع السلايدات مفروض أشرح لكم السوبر شارج أو الشي هذا ليش أفضل لأنه هذا ما خسران كل شي يعني هنا إحنا كل شي ما خسراني داني استثمر طاقة العوادم أو غازات العادم داتحرك لتورباين لا أكثر ولا أقل يعني أنا ما عدي أي مجهود على المحرك رح يصير مجرد هي طاقة مهدورة دا استثمرها فهذا أكثر تطور من السوبر شارج السوبر شارج شنو طبعا إذا عدتكم سؤال على هذا بس خلو لي يا بيتشات حتى نرجع عليه إن شاء الله زين السوبر شنو اللي هو أقل تطور يعني صار قبل قبل التوربو شارج السوبر شارج هو شنو عبارة أيضا عن مروحة هايذا شوفوها مثل المروحة أيضا تدفع للهواء داخل يعني تجبر للهواء أنه يدخل داخل الاستوانة لكن شنو هنا حركتها ما تأخذها من الغازات العادم وإنما تأخذها عن طريق من المحرك يعني بكرة وهي أيضا بكرة وهذا سير ناقل أو نسميه حزام ناقل زين فرح تأخذ سرعات هميا من المحرك فأنتوا تدرون أي شي يعني أنا من المحرك مربوط عليه مربوط عليه الفيول بام مربوط عليه الأويل بام مربوط عليه الكومبريسور ما التبريد مثلا مربوط عليه هواية أمور فأي شي أربطه بالمحرك يأخذ قدرة من المحرك هو رح يستنزف لطاقة المحرك فأشقاله وقاله إحنا إحنا هذا سوى سوبر شارج ربطه بالمحرك بعدين نجود جماعة قلوا يا بأ أنتوا ليش أذين روحكم ومستهلكين طاقة المحرك خليني نسوي توربو شارج هو غازات العادة إذا تطلع إحنا ما مستفادي مع ذا نستثمر هتحرك لي التوربو شارج فصار تولد يعني أو الصنع التوربو شارج زين طبعا فالسؤال لكم قبل ما أنتقلي خارج الموضوع هذا المحرك شنو تصنيفه إذا حد عد يعني هذا رباعي أو ثناء الضربات وليش نا عفتون هذا رباعي أو ثناء الضربات معاودي لتنا من صدق كذب ثناء الضربات لماذا الميز مو ميز نورا نورا لماذا هذا اسم ثناء الضربات يعني شون عرفتي ثناء الضربات شون عرفنا حركتين يعني يعني أكو فتش مثلا يعني فتش غريب لشوف في بالمحرك محرك شنو بي لازم يعني هس هذا بي صمامات ما بي صمامات صحيح زين احنا جعلنا قلنا اذا ما بي صمامات هذا يسمو محرك ثناء الضربات لأنه من الفروقات اللي شرحناها بالمحاضرة شكرا شكرا نورا من المحاضرات اللي كانت بالمحاضرة الساقة قلنا من الفروقات الموجودة من محرك ثناء الضربات ورباع الضربات أنه الرباعي بي صمامات الثناء ما بي صمامات بي بورت يعني شنو منافذ منفذ اكزوز هذا منفذ اكزوز وهذا منفذ سحب وعدنا في الشيء اسمه ترانسفير بورت منفذ انتقال الهواء زين ثناء الضربات فهذا ثناء الضربات طبعا ليش خليت هنا ثناء الضربات لأنه التوربو تشارج والسوبر تشارج ممكن أنه أربط على محرك ثناء الضربات محرك رباع الضربات زين فما عندي مشكلة بي طبعا هذا فالشيء يعني شي خارج موضوع باش عجلت قد ونفع بيت اسألكم عليهم زين البصفة هذا البصفة هو شنو هو التوربو التوربو تشارج اللي استرحناها قبل شوية شوفه مر وحتين وحده مرتبطة بالعادم وحده مرتبطة وين بالسحب فما يستهلق لأي قدرة المحرك هي مجرد يأخذ الطاقة العادم يستثمرها لتدوير التوربو زين خلنا نجي شوف شين فروقات بين السوبر شارج والتوربو شارج هنا السوبر شارج يقول Work on engine power هذا يشتغل عن طريق طاقة المحرك يعني يستنزف لطاقة جزء من طاقة المحرك بينما هنا يقول Work on exhaust emission power يعني يعمل على قدرة العوادم انبعاثات العادم قدرة قدرة انبعاثات العادم زين مشين يعني انبعاثات زين هنا شي يقول يقول efficient efficient يعني كفوق يقول أقل كفاءة زين هنا أعلى كفاءة فإذا ياهو الأفضل إذا أنتوا واحد يقول ياهو الأفضل السوبر شارج التوربو شارج رأس نتقول توربو شارج هو الأفضل زين ليش أفضل لأنه ما يستنزف طاقة المحرك يعمل على غازات العادم وكفاءة أعلى زين نجي على آخر شي يسم نحن 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 بشكل طبيعي وقلنا سوبر شارج وقلنا توربو شارج وقلنا آخر شي كرينك كيس كومبراسر كرينك كومبراسر هس تشوف هاي قدامكم طبعا بالإسلام الوراء مواضحة بس خلين نشوف هنا محركات ثنائية الضربات حسرا ثنائية الضربات الهواء رح يدخل وين إلى إلى كرينك كيس اللي هو شنو كرينك كيس حوض المرفق بنزول المكبس للأسفل رح ينضغط ويصعد إلى وين عن طريق هذا البورت رح ينتقل إلى أعلى المكبس فهذا يسموه كرينك كيس كومبراسر يعني عن طريق الضغط داخل حوض المرفق صار عندنا هاي أربع أنواع هذا شوف المحاضرة السابقة هذا ثنائي الضربات ثنائي الضربات إذن آخر خيار اللي هو الكرينك كيس آآ الكرينك كيس كرينك كيس آآ يا مكتوبة جوه كرينك كيس كومبراسر هذا آخر نوعية هذا شنوه الهواء مننا رح يدخل إلى داخل الكرينك كيس بنزول المكبس للأسفل رح يغلق رح يغلق عندي شنو رح يغلق عندي هذا الصمام هذا هناك مثل الصمام لا رجعي رح يغلق بنزول المكبس هذا الهواء رح يروح ما لمنفذ رح ينضغط فوين يروح هنا خليل الترانسفير بورت ينتقل من حوض المرفق إلى أعلى المكبس رح ينزل المكبس رح يكون به الطريقة هنا شوفوا مني رح ينزل رح البرت رح ينفتح فرح ينتقل الهواء طبعا هو نازل هنا كلش يعني هو منيوصل تقريبا لهنا هذا البرت مفتوح بعد فرح ينتقل الهواء به الطريقة هذا يسمو كرينك كيس كومبراسر جيد هاي أربع أنواع لطريقة تغذية الهواء لمن داخل المحرك هس نحن نحش على الهواء هس إذا عدتكم سؤال اكتبوه بالشات حتى نتناقش بها بعد نجعل طريقة أخرى هس نحش عن طريقة إدخال الهواء هس طريقة إدخال الوقود المحرك يحتاج أدخل الهواء أو يحتاج أدخل الوقود نحن قلنا سبق وإن قلنا الوقود في محركات الشرارة ممكن أنه أغذيها للمحرك من خارج الأسطوانة يعني مو مباشرة أحقنها داخل الأسطوانة وممكن أحقنها زين بس محركات الضغط لا فقط تحقن مباشرة داخل الأسطوانة فعندي أربع عنوى عندي يسموه كاربوريتد كاربوريتد هاي أول وحده عشنو استخدام المباخر هاي موجودة في محركات الشرارة فقط كاربوريتر هاي شو نفعل الكاربوريتر هاي تقوم بخلط الهواء مع الوقود قبل ما ندخل المحرك زين هاي نجيها بالتفصيل وعدي أيضا نوع آخر من طريقة إدخال الوقود إلى المحرك هي ملتيبوينت بورت فيول انجيكشن وعندي سينجل بوينت ثروتل بودي فيول انجيكشن ودركت انجيكشن طبعا ملتيبوينت يعني نقاط متعددة أو منافذ متعددة لحقن الوقود سينجل بوينت هاي عندي شنو يسموها يعني شون نقطة مفردة لإدخال الوقود دست رح يسرح لكم إياها شنو معانيها ودركت انجين اللي هي شنو اللي هي حقن مباشر داخل الأسطوانة مثل محركات الضغط زين خلني جاي ناخذها وحدة وحدة هاي هنا صور صغيرة فرح أقلب على الإسلاد الوراء حتى شوية تتكبر الصور نشرح أول شي على الكاربوريتر أو الكاربوريتر الكاربوريتر اللي هو الكاربوريتر هذا شكل هاي شوفو هذا شكل هذا شكل زين شنو اللي الآلية اللي دصير داخل الكاربوريتر الآلية الدصير هي كالآتي هذا أدي مننا دايجي هوى دايجي هوى طبعا هذا الهوى مين دايجي الكاربوريتر ربيش متصلة متصلة بأنبوب السحب السحب اللي هو رح يودي لهوى وين للمحرك زين يعني مننا هذا الهوى هاي إلى المحرك زين إلى المحرك هذا من الخارج خلينا نقول الضغط الجوي العادي الضغط الجوي المحيط الخارج يعني زين طبعا أكون عندي منقية ما الهوى وغيرها هاي منتهي من عدها زين هاي شوف اير كلينار زين بعدين شنو عدي عندي الهوى رح يمر هنا أكفت تضييق يسموه فانتشوري تضييق طبعا احنا ادرسنا بالموائع انه اذا عدنا عنبوب يضيق مقطع العراضي اش رح يصير بسرعة المائع رح يزيد مو صحيح واذا زاد المقطع العراضي رح شنو اتقل سرعة المائع ليش حسب معادلة الاستمرارية مو قلنا الكيو تساوي الاي في اله سيقولون ما خلصنا من المائع الاي في البي العفو الاي هي مساحة المقطع العراضي مساحة المقطع زين وهنا شنو عدنا عدنا سرعة المائع وهذا التصريف اش قلنا احنا قلنا التصريف ثابت يعني قيمة ثابتة فاش قلنا احنا مساحة المقطع اذا ظهرت السرعة لازم الزيد يعني تناسب كنما عكسي واحدة عكس الثاني واذا قلت بالعكس الزيد فهنا مساحة المقطع قلت زين من قلت السرعة سيصير بها ستزيد هنا السرعة ستزداد تزداد السرعة زين نرجع مرة اخرى معادلة برنولي شو تقول معادلة برنولي معادلة برنولي تقول انه السائل من يجري بها عدة طاقات طاقة حركية تتمثل بالسرعة وطاقة ضغط وطاقة ارتفاع هنا نحن نتحدث عن الهواء فطاقة الارتفاع تقريبا نقدر نهملها لانه الهواء هو اصلا خفيف وارتفاع قليل زين ف يبقى عندنا طاقة الضغط وطاقة الارتفاع هنا طاقة الحركية يعني السرعة فهنا السرعة اذا زادت الضغط شو رح يصير بيه حسب معادلة برنولي الضغط رح شو يصير بيه تذكرون لولا هي الطاقة قلنا الطاقات الماء من يجري بيه طاقات ثابتة بس شنو قد اذا واحدة من عد زادت فالثانية رح تقل اذا واحدة من عد قل ثانية رح تزديد وهكذا هنا سرعة زادت الضغط شو سيصير بهذه المنطقة ها شو سيصير بالضغط بالضبط بالضبط رح يقل الضغط علاقة عكسية وعند المعادلة هي موجودة فاذن هي شنو هنا شكرا فاذن هسه رح تزداد السرعة الضغط رح ينخفض جينا من رح ينخفض الضغط هنا اكو فالشي مثل الفتحة طبعا هذا حوض ما الوقود هذا حوض ما الوقود منها يجي الوقود هاي الفتحة من هنا رح ينخفض الضغط من ينخفض الضغط رح كأن ما شي يصير رح جزع من هذا السائل رح يندفع للخارج رح يندفع للخارج لأنه صار تخل العد هنا بالضغط هنا ضغط عادي ضغط جوي وهنا ضغط منخفض فرح يندفع للخارج بهالشكل هذا من انتفع للخارج رح يخلط مع الهواء يخلط مع الهواء من انخلط مع الهواء هو هذا الشي الآن اريد اريد يدخل للمحرك هواء مخلوط بوقود طبعا يخلط مع الهواء مو بشكل قطرات لا بشكل الرذاذ يعني قريب الحال الغازية يدخل رح يدخل خليط من الوقود والهواء الى داخل المحرك وهنا هذا الشي اللي اريد ببساطة طريقة عمل المنبخرة او الكابريتر من رح يدخل المحرك طبعا رح كل اسطوانة حسب بش وقت الشوط تسحب مالته ينفتح صمام السحب رح يدخل الخليط وتنبثق بعدين الشرارة في نهاية شوط الضغط ويصر شوط القدرة زين فهنا بهالحالة هاي سموها الكابريتر اللي هو شنو اللي هو هاي طريقة عمل ما عدفت شي بيه هاي تستخدم فقط في محركات الشرارة ما تستخدم في محركات الضغط زين هاي بالنسبة للكابريتر طبعا احنا ناخذ منظومات الوقود احتمالها من نرجع لها بس انتو شفتوها يعني الطريقة مالتها جدا بسيطة طبعا هنا خليلك طواف ومدر شنو حتى هذا الحوض لي في ضين هذا من جاي من الخزان زين نجي على الطرق الاخرى لطريقة ادخال الوقود الى المحرك زين اول شي اسمها single point single point شنو الوقود قاموا شي سوون قاموا ما يخلون كابريتر وانما شي سوون الوقود يقول لك هو الهوى مو راح يجي من داخل المحرك انفتح صمام السحب اجه خلينا نقول هنا صمام السحب مفتوح راح يجي الهوى هنا طبعا هو الهوى ما راح يجي توزع كل نفس الوقت ليش لانه يجوز هاي صمام سحب هاي ضغط هاي قدرة هاي عادم وهكذا فإحنا شنو ترتيب الاصطوات واحد ثلاثة اثنين اربع يعني هاي اول شي صير بعدين هاي الصير بعدين هاي الصير ايش يعني فتشوفون هاي عدها سحب البقية ما عدهم سحب فالهوى كله راح يتوجه يتوجه هنا بعدين الثانية صار بها سحب او الثالثة صار بها سحب الهوى كله راح بها سحب وهكذا فهناش راح يصير عندي الوقود شون راح يخلط كابريتر شالوهش خلوا نوزلات خلوا نوزلات بشنو نوزل واحد هذا النوزل واحد اثناء مرور الهواء زين راح يحقن وقود او يضخ كمية من الوقود هذا الضخم الوقود بشكل رذات طبعا راح يختلطوا الهواء صمام نوزل واحد راح يعني يبسق لي وقود او يطلق لي وقود اثناء مرور الهواء راح يخلط في الهواء مع الوقود هذا يسموه single point زين عندي أيضا multi point يعني شنو يعني يخلون بكل manifold هذا يسمو manifold يعني انبوب سحب او انبوب عادم ايضا بس هناش على السحب بكل واحد يخلوا صمام شوف هنا خالي صمام عفوا مو صمام آسف انجكتر او نوزل هنا خالي نوزل هنا خالي نوزل فكل استوان الهواء الخاص يسموه multi point multi يعني متعدد single يعني مفرد زين هذا multi point يعني شنو اكثر من نوزل عدي ايضا هاي اتحكم طبعا هاي خانق بكمية الهواء الداخلة زين واذا صمامات في كل شوط سحب يشتغل الصمام يبسق لي وقود بس شن هاي الى حد الان كلها خارج الاستوان هذا الشغل كله الانجكترات او النوزلات هاي كلها خارج الاستوان ما نبت تبسق لي شي داخل الاستوان يعني يخلط الوقود مع الهواء خارج الاستوان ويدخل بعدين عنده يبسق لي داخل الاستوان يعني انا بمحركات الضغط رح يدخل فقط هواء يعني منها ما عدي فتش يخلط لهواء ووقود فقط هواء الوقود يضخ مباشرة درة انجكسين يعني حق مباشر داخل الاستوان حق الوقود داخل الاستوان فتشوفون اكو آليات متعددة للمحركات قسم منعدها عن طريق نوزل واحد اللي هي هاي نوزل واحد يبسق وقود خلال مرور الهواء رح يختلط الوقود مع الهواء ويدخل الاستوان اكو محركات لا يخلون مثلا النوزل لكل استوان يخلون نوزل اكو محركات يخلون نوزل يعني يبسق داخل الاستوان وهكذا يعني كل شركة وتصميمها طبعا كل شركة تبريرات لاستخدام هذا النوع او ذاك النوع طبعا في بعض الاحيان تشوفون الاختلاف بين الشركات شون يصير يصير مرات اما يستخدم مثلا الشغلة قد تكون كفوئة اكثر بس شركة ما تستخدمها ليش يقولك مثلا هاي مكلفة او عطلاتها هواية فيضطرون يستخدمون شغلة مثلا كفاءتها جزء اقل لكن عطلاتها اقل فشركة اخرى لا تقولك انا استخدم كفاءتها اعلى وهكذا فتشوفون اكفة اختلاف بين التصاميم اختلافات كثيرة بين الشركات المصنعة وما شابه بالنسبة الى طريقة ادخال الهواء طريقة ادخال الوقود نجعل المحركات تختلف فيما بينها في شين ومحركات الاحتراق الداخلي تختلف على اساس الوقود المستخدم يعني بعض المحركات قد تستخدم غازولين غازولين اللي هو نفس البنزين يعني زين او يسمون البترول زين بعض المحركات مثلا شوفون سيارات الحمل الكيات المحركات الثقيلة يستخدمون ديزل هذا ديزل زين سيارة غازولين هاي ديزل زين بعضهم هسا شوفون بعض الاحيان اكو سيارات حوروها غاز تشتغل على الغاز يعني مو بانزين ولا غاز وانما غاز فايضا اكو محركات تشتغل على الغاز اكو محركات تشتغل على الغاز السائل الغاز السائل الكوفايد يعني سائل زين اكو محركات تشتغل على الكحول الاسيلي او المسيلي يعني الكحول يشتخدموه كمصدر لتوليد الطاقة كوقود هناك محركات ممكن تستخدم نوعية من الوقود مثلا هناك بعض التكسيات قاموا يحوروها هم تشتغل على البنزين و هم تشتغل على الغاز هناك شيء ممكن تشتغل بنزين و غاز ليس غاز هذا النوعي هذا مع البنزين هناك أنواع مختلفة ايضا تختلف محركات الاحتراق الداخلي تطبيقات مالذة تطبيقات تستخدم بالسيارات مثلا بالسيارات بالقاطرات تختلف من محركات قدرة محركات تستخدم ثابتة مثلا محركات مع المولدات الكهربائية هاي الضخمة أيضا محركات احتراق داخلي لكن محركات ضخمة تفرق عن محرك السيارة هذا البسيط الضغير أو محرك الساحبة عندنا محركات تستخدم مارين بالمارين اللي هو يسموه بالسفن وبالشغلات هاي البحرية وغيرها محركات تستخدم بالطائرات أيضا تختلف هي كلها محركات احتراق داخلي لكن محرك يعني كل يعني أنا من أريد أستخدم محرك بتطبيق معين طبعا قدرتها راح تختلف يعني محرك لحرك لطائرة ممثل المحرك لحرك لي مثلا سيارة صغيرة أو بسيطة صحيح فهنا يصنفوه على أساس الاستخدام على أساس الاستخدام أبليكيشن يعني استخدام أوتوموبيلز هاي يعني سيارات تترك شاحنات باس يعني باسات لوكوموتوف يعني قاطرات ستيشنر يعني محركات ثابتة مثل قلنا المولدات وغيرها زيان مارين اللي هي الأمور البحرية مثل السفن والبواخر وغيرها والايركرافت اللي هي الطائرات ايركرافت اللي هي الطائرات زيان تقسيم آخر أيضا من تقسيمات المحرك هو طريقة تبريد المحرك احنا قلنا سابقا قلنا المحرك من يشتغل راح يسخن طبعا المعادن المكونة من هالمحرك مهما بلغت يعني طاقة مهما بلغت تحملها الحرارة فهي أيضا ما رح تتحمل حرارة المحرك العالي ولذلك سامعين التفعضة يقول لك المحرك لطيش بالعام يقول لي لطيش شنو يعني لطيش يعني المحرك صعدت وتفعت درجة حرارته فكأنما الأجزاء الثابتة والمتحركة انصهرت مع بعض والتحمت المعدن من يصهر وبعدين يبرد راح يلحم ولهذا انتش يقول لك السيارة من تحمي السيارة من تحمي يقول لك لط فيها بردها يلط فيها ليش لأنه من تحمي السيارة خلي فرضا نقول صار انصهار زين انت من طفيتها راح تبرد هذا المعدن راح يلحم مثلا معدن الأسطواني على معدن المكبس فرح تجي الشغل برا ما تشتغل لطش المحرك بعد هذا هو زين ولهذا احنا شن سوي انبرد المحرك فداعما تبرد المحرك مطلوب زين قلنا احنا تبرد المحرك اش راح يسوي إني راح يهدر لي جزء من الطاقة الناتجة داخل المحرك لكن شنو لكن شر لابد منه يعني شنو لازم احنا انبرد المحرك زين من انبرد المحرك شنو طريقة تبرد المحرك قدنا طريقتين أما تبريد هوائي وأما تبريد مائي التبريد الهوائي شنو؟ التبريد الهوائي يستخدمون المحركات الصغيرة عادة مثل محرك الدراجات النارية إذا تشوفوه تركزون يصير هيك مثل الحزوز بي إذا شايفي أكو محركات بي هيك مثل الحزوز أدنا واحد بالورشة يعني ما أدري إذا شايفي أو لا في هذا المحرك صغير بي حزوز هذا تبريد هوائي يعني ما بي أي جيوب مائية ولا بي رادياتار ولا بي يعني شون ووتر بوم أو غيرها زين مضخة ماء فهذا ش رح يصير هنا رح يتبرد هوائي يعني الحرارة تنترد إلى الهواء الخارجي عن طريق شنو؟ عن طريق ذني الزعانب عن طريق ذني الزعانب زين طبعا منو يقول لي ليش سواه زعانب؟ ليش ما خلوه هيتش هو كامل وها هي خلص ليش سواه زعانب؟ يعني هاي الآلية هاي ما ليش أسويه إذا تشوفون نسا هذا الأحمر ليش هيتش دا أسويه هاي شنو الغرض من عند هاي الزعانب؟ منو عنده فكرة عليهم؟ يعني تقريبا بس شنو بعد؟ هو هو أنا أسأل هاي العملية هاي من أسوي ذني الزعانب أسويها هاي ش رح يصير عندي؟ هاي دا شوفون نسا بالأحمر هاي دا شوفون نسا بالأحمر؟ فالمثال بسيط طريق من أجي أسوي الطريق بي صعده وبي نزله بي صعده وبي نزله بي صعده وبي نزله بهذا الشكل هاي بهذا الشكل هاي ضمن هاي العشرة متر السيارة من تمشي هذا طريق وهذا أيضاً طريق هذه 10 متر السيارة من تنطلق منها هذه السيارة من تنطلق منها ستقطع 10 متر لكن من تنطلق منها برأيكم هم راح تقطع 10 متر؟ ما راح تقطع 10 متر ليش؟ لأن هذا الطريق صار أطول يعني هذا السيارة من مدة يجوز يصير 20 متر هذا السيارة من مدة سوي عدل يصير 20 متر يوصل لهنا صحيح؟ فهي راح تمشي 20 متر 20 متر راح تمشي فإذن المساحة السطحية راح تزيد المساحة السطحية راح تزيد أني ش يستفد راح تزيد المساحة السطحية المعرضة للهواء الخارجي طبعاً من بالطبع راح يكون أبرد من الغازعات راح تزيد راح تساعد لي على طريق أكبر للحرارة ولهذا ي عمل بهذا الشكل 자 فالغرض من هذا هو لزيادة المساحة السطحية من الملامشة للهواء الخارجي ليطرد أكبر كمية من الحرارة هذا الغرض بنعدها نجح على هذا التبريد الهوائي التبريد المائي شنو يعتمد أكو سناي يسموها جيوب مائية إذا إذا شوفها باللون الأصفر هاي جيوب مائية إذني جيوب مائية هاي جيوب المائية شنو ها هي ونخلي بها سمت وحاوص سمت هي قابل لا الجيوب المائية رح يأكو ممرات مائية داخل المحرك هاي الممرات رح ترتبط وين بالووتر بام اكو مضخة الماء اللي أيضا تشتغل المحرك هاي المضخة شنو تدورنا الماء مين تدورنا الماء تدفع الماء تأخذ ماء مين من الرادياتر تدفع وين تدفع للمحرك رح يدخل داخل المحرك هذا الماء يدخل داخل المحرك رح يكتسب حرارة من المحرك يعني الماء رح يسخن والمحرك رح يصير رح يبرد الماء رح يكتسب حرارة المحرك رح يطرد حرارة رح يكتسب حرارة رح يرجع وين الرادياتر يعني الدورة مات تكون بالضبط كلهاتي رادياتر رادياتر طبعا هيا راح ناخدها بالتفصيل بس حتى اوضح لكم هي رادياتر مضخة مضخة ماء طبعا هنا رادياتر راح تيجي ماء بارد مضخة الماء مضخة الماء وين تدفع للمحرك المحرك وين يدفعه يعني طبعا مضخة هي تدفع الماء المحرك بعدها من المحرك وين يروح للرادياتر يرجع مرة اخرى يعني مثل الدورة يصير كاملة جيد فالرادياتر وظيفتها الماء الراجع من المحرك هي من اسمها رادياتر يعني بالانجليزي رادياتر يعني مشع يعني شنو الماء حار راح يجي للرادياتر المتصل الرادياتر متصل الوين بالهواء الخارجي و اكون مروحة ايضا اذا شايفيها راح تبرد لي الماء اللي جاء من المحرك من برد طبعا الرادياتر هو في هالشكل هذا موجود في هالشكل هذا الماء الراجع من المحرك هذا من المحرك جاي الماء هذا الى المحرك رايح الى المضخن والمحرك بعدها ماء حار هنا يجي ماء حار الماء الحار راح يجي ينزل اكو متل متل الفتحات ممرات راح يتأخر هنا بالرادياتر الرادياتر شنو وظيفة تتأخر الماء ليش يتأخره حتى يبرد ياخذ وقته على مود يبرد فالماء الحار راح ينزل بطو واكو مروحة تضرب عليه فرح يبرد راح يبرد راح يتوجه وين المضخة والمضخة تؤدي ايضا الى المحرك فهاي الدورة يسموها تبريد مائي liquid cooled عن طريق وجود رادياتر وجود مضخة ماء وجيوب او ممرات مائية داخل المحرك فالاليك الاتي مضخة ماء تدفع ماء الى المحرك هاي قلناها بالمحرك راح يسخن الماء يكتسب حرارة من المحرك المحرك راح يبرد راح يندفع الماء مرة اخرى وين للرادياتر رادياتر راح يجي يبرد الماء ينزل الماء ببطو راح يبرد الماء ويندفع مرة اخرى الى المضخة وهكذا تستمر هذه العملية هذا بالنسبة للتبريد المائي اذا طريقة التبريد type of cooling هو ايضا فد اساس من اسس تصنيف المحركة عدنا اخر شيء هاي ما راح اتعمق به اللي راح ناخذها بالتفصيل عدنا cycle of operation دورة التشغيل دورة التشغيل هاي اوتو نسبة الى عالم سموها دورة اوتو نسبة العالم المخترعها ديزل سايكل ايضا نسبة العالم المخترعها بس ما اذكر اسمها يعني اسموهم الكاملة زين ودول سايكل اللي هي دورة مزدوجة طبعا كل واحدة من ذني هاي بها دورة ثرمو ديناميكية راح ناخذها بالتفصيل يعني ان شاء الله بس هاي المخططات مالتها الآن هسة بهالوقت الحاضرة عليتكم بس تعرفون انه اكف الشيء اسمه اوتو سايكل اكف الشيء اسمه ديزل سايكل اكف الشيء اسمه دول سايكل اللي انظرني شرحها راح يطول يعني ربما كل واحدة من عندهم راح ناخذ لها محاضرة كاملة زين فما اقدر اشرحها هسة الان بهذه العجاة لكن بس ابين لكم انه هاي المخططات هي علاقة الضغط والحجم يسموه PV PV تشارت PV تشارت محاولوا تفكرون بها هذا هنا TDC نقطة الميتة العليا وهي نقطة الميتة السفلة وهذا الحجم يتحرك المكبس من نقطة الميتة السفلة العليا الى السفلة راح يزداد الحجم شرط السحل بعدين هذا شرط الضغط بعدين هذا الاشتعال بعدين هذا القدرة راح ينزل المكبس بعدين هنا العادم هاي الطريقة مالتا وهذا ايضا نفس الشي راح نشرحها ان شاء الله بالتفصيل فالثلاثة طول عليكم انصار تقريبا حصير ساعة اخر سلايد اصور هو هذا اخر سلايد ايه تصنيف المحركات على اساس عدد الاسطوانات احنا مو قلنا قبل شوية قلنا المحركات قد تكون يعني ترتيب الاسطوانات يكون بشكل خط مستقييم بشكل حرف V حرف W طبعا هاي شكل ترتيب الاسطوانات لكن عدد الاسطوانات هو هذا اكو محركات بها اسطوانة واحدة اكو محركات بها اسطوانتين ثلاثة اسطوانات اربعة ستة ثمانية اطنعة كل ما زيد عدد الاسطوانات رح يزيد القدرة اللي اقدر احصلها من المكينة او الماكينة طبعا شوفون سيارات السباق رح تكون قسم عدة 16 سلندر 12 سلندر طبعا انا من رح احصل قدرة اعلى مو معناتها يعني طبعا اكو سيارات مثل 12 سلندر هي صح تطنيني قدرة عالي لكن استهلاك وقود ايضا عالي رح يكون بها يعني المحرك قبل الاستوانة الواحدة ما يستهلك لي وقود بقدر المحرك قبل 12 استوانة فايضا هي صح تطي قدرة اعلى يعني كل ما زاد كل ما زاد عدد الاستوانات استوانات زادت القدرة وزادت الكلفة ايضا زادت الكلفة كلفة كلفة المحرك هو نفسه سيكون سعره غالي رح يكون كلفة الوقود اللي رح تستخدم بهذا المحرك ايضا رح تكون كمية وقود عالية رح تستخدم العطلات والتصليح رح تكون اكثر فهي شي على حساب شي طبعا احنا دائما نقول انه هي مو فخر انه انا استخدم 12 سلندر او هاي يعني اعطيكم مثال بسيط يعني وله هي شي خارج الموضوع يعني انا مثلا هسه انا شغلي جامعة بغداد اريد لي اشتري سيارة مثلا اريد اشتري سيارة اروح بها واجي لجامعة بغداد افتر بها بغداد يعني وبغداد تدرو كل هزدحامات اذا انا احتاج اشتري سيارة 12 سلندر اذا انا كل شغلي بغداد مثلا بينما اذا انا شغلي لا محافظات اطلع رح للبصرة رح للشمال رح نجف كربلا منا منا صلاح الدين كاركوك اذا انا محافظات بعيدة احتاج سيارة مثلا قد تكون 8 سلندر يعني حتى الاربع جوز مو هل قد تقاوموا اياي بتلاحظون الشون فهي يعني اكو الضرورات بقدرها بقدرها يعني انت عدد الاستوانات يعني شنو اللي يحكمه يحكمه انت العمل اللي هتسوي من بهذا المحرك اذا كان عمل قاسي عمل طوي عمل يحتاج فيزيد عدد الاستوانات اما اذا كان عمل بسيط فاستوانات ستكون عددها قليل فلهنا بس خلال طبعا لهنا رح ننهي محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله ونلتقيكم ان شاء الله في محاضرة اخرى دمتم بامان الله